إنها العناية الإلهية التي تدخلت ولولاها لكان مصير هذا الشاب العشريني في خبريكان نادر أيوب شاب يضج بالحياة يقبع اليوم متألما في أحد أسرة العناية المركزة في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت كما تظهر الصور الخاصة بقناة الجديد بعدما اخترقت رصاصة وجهها إليه المواطن قاسم خليفي وجنته وخرجت من عنقه أما سبب الحادث فيكاد يكون مضحكا مبكيا كما يرويها سامي خالو الضحية نادر وصاحب وجيين مرئين من هنا يجيين من السهرة ووصلوا ناس على الأوتيل فنادر هون مثل أي شاب بدأ يقضي حاجته وما قادر ينترسها على البيت فلجأ على زاوية بعيدة عن باب الأوتيل وعم بيقضيها فهونك شاب يدعى آسم خليفي جاي على الأوتيل هو نازل هونك فشافوا وبخوا فصار في تلاسن فتفضل إجا صاحبه بيناتهم تفضلوا السيكوريتي ومش الحال وكل واحد رح لحق آسم خليفي بيطلع على الأوتيل بيجيب فرضه وهي مدة أرعين سيانية وأقل بيطلع جيب فرضه بينزال بيقوله بدك تعمل مشكلة كذا 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 ودغري بيطلع النار يعني ما أطلع عليه مباشرة على الوجه أربع رصاصات جريمة الحمرة هذه التي سجلتها كاميرا فندق أوريانت كوين تعيدنا إلى أزمة قديمة حديثة سبق أن أثارناها مرارا وهي حيازة الأسلحة وانتشارها بين الشباب بصورة شبه يومية للأسف يعني هذا الرخص اللي عبد النعطى لمين مكان وهذا الاسلاح اللي عبدر أي شاب عمره عشرين سنة إلى ثلاثين سنة بيقدر يشتريه ويحمله ويخوف العالم فيه ولكن مال شيء كتير سخيف يعني شيء بضحك الموقف شيء بضحك وقال الله عناية إلهية يعني تلطفت بنادر أنتوا ادعيتوا؟ الخطوة قايمة قايمة بالدولة لأنه صار كله بيد الدولة بحق عام كل شيء بحق الدولة يعني ما أني نحن هلأ أكيد نحن بدنا نادر بعدين هذيك الموضوع بينحكي فيه لاترون تؤكد عائلة أيوب أن لا معرفة مسبقة بين نادر المعتد عليه وقاسم المعتدي وهي اليوم تضع ما جرى برسم الرأي العام علما أن قاسم لا يزال منذ لحظة الجريمة متواريا وهي تنتظر أن يحق الحق وتوضع الأمور في نصابها دانين دعبوس قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر